السلام عليكم و مرحبا بكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير وصفتنا اليوم هي غريبية تركيا ملحة بمقادير بسيطة والطريقة بزاف سهلة والنتيجة والبنة من اروع ما يكون مباشرة نشوفوا المقادير وطريقات التحذير في غي سيبيون 250 جرام مارغارين طريقة بحارة المطبخ ونزيد عليها زوج مغارف كبار زيت ونزيد زوج مغارف كبار خل بالنسبة للخل انا درت الخل الابيض كما تقدروا تستعملوا الخل الاحمر ونزيد مغارف كبيرة سكر ومغارف صغيرة نتعقى هوا ملح ونخلط هاد المكونات مليح تنتاكد باللي السكر والملح ذابو اللي مليح في المارغارين حاولي دقيقتين ولا ثلاثة وننخلط يرجع القاوة من تاع المارغارين بهذا الشكل هنا رح نبدأ نزيد في الفارينا رح ندير الكاس لول ونخلط تمليح الكاس الول هذاك مع المكونات اللي درناهم بها نبدأ نزيد في الباقين تاع الفارينا بعد ما خلط تمليح هذاك الكاس نتاع الفارينا مع المارغارين رح نبدأ نزيد في الفارينا نزيد هنا الكاس الثاني بالنسبة للكاس نتاع الفارينا أنا الكاس اللي عندي يرفيد ميتين ميلي لتر ونزيد عليهم مشكارا نتاع خميرة وكينا نقطة بزاف مهمة في الغريبية هذي باش يجي القاوة من تاحها المرمل ويجي تدفتت وهنايا كي تكونوا تخلطوا فيها ما تتخلطوش بالكف انتايدكم يعني بالاطراف انتاع الاصابع انتاوكم دخلوا الفارينا في هذوك المكونات حتى انت تتحصلوا العجين القاوة من تاحها يكون قطري ما رحش تستعملوا الكف انتايدكم باش ما تدلكوهاش وفي الاخير انا رح تديلي ثلاثة كيسان فارينا والكاس الرابع فوق النص يعني تدي ثلاثة كيسان فارينا والكاس الرابع شوية فوق النص هكذا كما قلت لكماني نخلط بالاطراف انتا سبعي باش مش جينيش اللو غريبين تاعي مدلوكا وتعود كيما لاستيك بعد ما اجملت هنا شوية العجينة راكم تشوفوا القاوة منتحة راهي تجملت العجينة ولكن مزالت طريا بزاف راح نزيد لها شوية فارينا وهذه الفارينا اللي زيتها داخله في القياس اللي اعطيتون لكم لي هو ثلاثة كيسان فارينا والكاس الرابع شوية فوق النص بعد ما اجملت العجينة راح ندي شوية من العجينة هذيك ونحاول ندير بها الشكل اللي حبيت هكذا ما راحش جيكم نشفه بزاف بات تكسر ولا طرياء بزاف هذا هو القوام انت العجينة هنا العجينة نتعي كانت واجدة ونضغ جيت راح نحل في العجينة ونشكل في الاشكال درت ورق نتع زبدة راح ندير ورق تع زبدة نحل عليه العجينة وندير العجينة في الوسط ونزيد عليها ورق تع زبدة من فوق وانتو ما تانيت قدروا تستعملوا كيس بلاستيكي ونحل العجينة بالحلال ومن خلي هاش رقيقه بزاف ومن خلي هاش خشينا بزاف كذا بعد من حل العجينة هذا هو الارتفاع انتحه كما قلت لكم ما ترقوهاش وما تخشنوهاش بزاف انا هنا راح نستعمل هذا الشكل دائري وانتو ما استعملوا الشكل اللي حبيتوا بعد ما نطبحهم نكون درت في البلا اللي راح ندخلوه للفرن درت له ورق زبدة وهذا هو الشكل انتح لحبه بعد ما نطبحها نعود لكم باللي ما ترقوهاش بزاف وما تخلوهاش اخشينا هنين في البلا درتهم وبعدتهم شوي على بعضهم ونجيب صفار انتع بيضاء ونزيد عليهم حاولي مغرف صغير انتع قهوام الخل وندهن بها الوجه انتع الغريبية بعد ما نكمل الندهن هوم راح نزينهم الفوق انا هنا راح نستعمل عندي هنا سانوج وعندي جلجلان وعندي زعتر فلسطيني وهذا زعتر عادي مرحي وفيه الجلجلان الداخل وانتو ما زينوا باش ما حبيته في الوقت هذا انا اللي راني نزين فيهم هنا كنت شعلت الفور شعلته على 170 درجة شعلته من الفوق ومن تحته راح ندير البلا في الرف الوسطاني والغريبية هذي ما راح تديلكم الوقت وفي نفس الوقت اللي وجه انتع الغريبية انتعكم يتطيب الشكل اللي عفو اللون انتعها يطيب ابيض ما طيبش حمرها بزاف حوالي عشر دقايق ولا عسوها متخلوهاش تحمر تحت بزاف والفوق ثاني ما لازمش تدي اللون للاحمر بزاف وندخلها طيب بعد ما طيب هذا هو الشكل واللون انتع الغريبية نخليها تدفى شوياض ونقسم معاكم تشوفوا القهوام انتع الغريبية وهذا هو اللون اللي لازم تتحصلوا عليه من فوق هتا يقوم بتحصل حائلين للأصفر ما لازمش يحمارو نحن حهو قسمت معاكم الغريبية ويجي بزاف تدفتت وتجي بزاف امرملة هذا هو القوام تاع الغريبية اللي لازم تحتحصلوا عليه وهذا هو اللون انتحة ان شاء الله اتم ثاني اتجربوها وتعجبكم واذا كان حبيتوا جربوها اقسموا المقادير اعلى زوج وجربوه بكمية صغيرة وانا نقول لكم هاد الغريبية بزاف مليحة وتقدروا تشربوها معلتي حتى وعادي ويكون احلو هذه هي وصفتنا لنهار اليوم وهنا كنا وصلنا لنهاية الفيديو انا مبقى لنقول لكم انتظروني في فيديو لاحق ومع سلامة